وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح للمواطنين للمساهمة في حمايتهم من المضاعفات الصحية الناجمة عن برودة الطقس والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد أكدت الوزارة أن التعرض للطقس البارد خارج المنزل أو داخله يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التي تحدث نتيجة لعدم قدرة الجسم ككل أو أجزاء منه على التكيف مع انخفاض الحرارة لذلك لا بد من تدفئة الجسم والوقاية من تدعيات برودة الأجواء من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة وعدم التواجد خارج المنزل في البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة وقالت الوزارة أنه يجب الحرص على تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في هذا الطقس البارد لأن ذلك سيساعد على استمرار الشعور بالدفء بالإضافة إلى أهمية ممارسة الحركة البدنية في اليدين أو القدمين لأن ذلك يساعد على تضفق الدم إلى الأطراف والجلد ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر